من واصل دراستنا برسالة للأزواج قلت أيتها النساء اخضعنا لرجالكنا هذا وصية كتبها الرسول بولوس كما تخضع للرب ثم يطالب الرجال ويقول أيها الرجال أحب نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها المسيح أحب الكنيسة إلى درجة ضحى بنفسه من أجل الكنيسة لأنه مكتوب ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه ثم يستمر الرسول بولوس قائلا من يحب امرأته يحب نفسه فالزواج أحبائي مؤسسة إلهية وهون يتكلم عن احتياج طبعا في احتياجات عديدة في الزواج احتياج عاطف مثلا يقول كتاب ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره في سفر التكوين أيضا اجتماعي الرب قال لهذا الزواج أن يثمر ويتكاثر في الأرض ثم في هدف روحي لهذا الزواج بيتكلم عن خضوع وبيتكلم أيضا عن محبة أيضا هذه المحبة محبة عميقة جدا كما أن المسيح أسلم نفسه لأجل الكنيسة هكذا المحبة فالمحبة تكون مضحية أن يضع نفسه من أجل زوجته وهذا أمر عظيم جدا لأن المحبة قوية كالموت وهذه المحبة أحبائي هي محبة مقدسة وهي محبة مرضية أيضا يعني بعيش حتى يكون يرضي ويكون فيه اكتفاء بين الزوج وبين الزوجة أيضا اشتركوا في القناة